اهلا بكم الى موجز اخبار الان تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات نظام والميليشيات الموالية لها ومقاتلي تنظيم داعش من جهة اخرى على محاور في شرق بلدة غانم العلي الوقعة على ضفة اليمنى لنهر الفرات وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مكثف من قبل قوات نظام على هذه المناطق افدى مصدر امني في كاركوب بان قادة داعش الاجانب في الحويجة توادع مع عدد من عناصر تنظيم وقال المصدر ان عدد من قادة داعش الاجانب صلوا صلاة وداع في احد المساجد الرئيسة وسط القضاء قال مسؤولنا بالامن وموظف اغاثة ان السلطات العراقية تحتجز 1400 زوجة اجنبية وطفل لمن يشتبه بانهم اعضاء في تنظيم داعش وقال ضباط من الجيش العراقي والمخابرات ان اغلبهن من تركيا وكثيرات تأتين من دول سوفيتية سابقة ولد نحو مئة طفل روهنجي في المخيمات على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش منذ بدء عملية هروب مئات الالاف من مسلمي اقليم اركان نتيجة اعمال العنف وقال مسؤول مخيم للاجئين روهنجا في منطقة نيابارا ان معظم الامهات والمواليد الجدد يعانون ظروفا صحية حريجة قالت الشرطة البريطانية ان فندقا ومركز مؤتمرات قريب على السحل الجنوبي لانجلترا اخلية حيث يعقد المؤتمر السنوي لنقابات العمال البريطانية بسبب تهديدا بوجود قنبلة وافادت الشرطة بان خبراء المفرقعات العسكريين اكدوا انه لم يتم العثور على اي شيء غير عادي في الوقت الحالي قال دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيصوت بعد ظهر اليوم الاثنين على مشروع قرار ساقطه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الاخيرة وتحتاج الموافقة على مشروع القرار الى تسعة اصوات مع عدم استخدام حق النقد الفيتو قدرت شركة اكيو واذر الخاصة للارصاد الجوية كلفة الاعصارين ارما وهارفي بمائتين وتسعين مليار دولار وقال رئيس مجلس ادارة الشركة ان التقديرات المتعلقة بالاضرار التي نجمت عن ارما جعله واحدا من الاعاصير الاعلى كلفة في التاريخ اظهر دراسة امريكية حديثة ان عقارا معتمدا لعلاج سرطاني الجلد والرئة اثبت نتائج واعدة في علاج المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة وبحسب الية عمل الدواء اوضح الباحثون انه يعمل على غلق المسار البيولوجي الذي يستخدمه السرطان لاخفاء نفسه عن الجهاز المناعي نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة